الله معكم أحبائي آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء الثالث عشر من يوليو لدينا تطورات كثيرة القوات الروسية تسيطر على قرية في دانياتس تتقطن في العديد من المحاور وكذلك القوات الأوكرانية استطاعت السيطرة على بلدة في اتجاه خاركيف تابعوا الفيديو حتى النهاية كيف تفوتوا هي معلومة ورجاء ليكفي فقط أن أنشر الحقيقة بل علينا جميعا مشاركة الفيديو ليصل لهذا المحتوى إلى أكبر قدر من الأشخاص وشكرا لكم على ذلك سلفا سنبدأ باتجاه محوري جنوبي دانياتس حيث استطاعت القوات الروسية في هذه المنطقة من السيطرة على كامل بلدة يوروزين بدأ الأمر مع عداد مدفعي كبير من قول القوات الروسية العاملة في هذه المنطقة طبعا تتمثل بقوات تدبع للواء 40 اللواء 37 وغيرها من الأمور ضغط روسي كبير كان في هذا الاتجاه بدأت القوات الروسية مجموعات على الدرجات النارية عمليات الاقتحام على طول هذه الشوارع الثلاثة تحديد هذين الشارعين الرئيسيين تقدمت القوات الروسية وكانت المشاتف الخلف تتقدم وتثبت نقاط السيطرة التي تستولي عليها الوحدات الروسية فانتهى الأمر برفع العالم الروسي وسيطرت القوات الروسية على كامل البلدة طبعا حبي هذا التقدم كان بعمق 1.4 كم بعض 910 أمتار إضافة إلى هذه المساحة الواقعة بين ستارو مايورسك ويروزين في هذه المنطقة كما تراحضون وبالتالي كامل المنطقة هنا باتت تحت سيطرة القوات الروسية وبذلك تكون القوات الروسية قد سيطرت واستعادت السيطرة على بلدتي ستارو مايورسك ويروزين بعد أن قامت القوات الأوكرانية باستعادة السيطرة عليهمها في سيف عام 2029 كما تشاهدون في هذه المنطقة باللون الأصفر إضافة إلى ذلك استضاعت الوحدات الروسية التقدم في شمال ستارو مايورسك بعمق تقريبي نحو 400 متر وعلى انتداد 940 مترا استطاعت الوحدات الروسية السيطرة على كامل هذه المنطقة باللون الزهري وبذلك القوات الروسية تضغط قدر الإمكان في هذا الاتجاه مستفيدة من تفريغ هذا المحور من القوات هذا المحور يضم أربعة ألوية ألوية 35, 36, 37, 38 تم إرسالهم إلى خيرسون واستنزفتهم القوات الروسية في اتجاه كرينكي والبلدات المحيطة إن كنتم تذكرون وبالتالي هذا واقع الحال في هذا المحور ولاندعو ننزم مباشرة باتجاه كراسنوريفكا في اتجاه كراسنوريفكا هناك معارك كبيرة معارك ضخمة بين الوحدات الروسية والوحدات الأوكرانية القوات الروسية تقدمت على طول هذه المنطقة بشكل كبير إلا أنها لم تستطع تثبيت نقاط سيطرة حتى اللحظة تدور اجتباكات داخل هذه المنطقة الرمادية بين كافة الوحدات لذلك هذه المنطقة انتقلت من سيطرة القوات الأوكرانية إلى منطقة الرمادية لا تخضع لسيطرة أحد وتحاول القوات الروسية قدر الإمكان السيطرة عليها وفي حال نجحت القوات الروسية في ذلك ستكون القوات الأوكرانية قد تبقى هذه المنطقة إضافة إلى هذه الأحراج والبساتين أمكان القول حيث تحاول القوات الاوكراين قدر الامكان تأخير سيطرة القوات الروسية على كراسنوريفكا وكما اشدنا في الصباح لاحظوا تقدم القوات الروسية سريعا في يوروزين البعض بدأ يكتب كم ستحتاج القوات الروسية السيطرة على يوروزين ولاحظتم كم هي كانت سريعة السيطرة والان في اتجاه كراسنوريفكا لاحظوا مستوى العمليات وشرعة العمليات للقوات الروسية فننتظر متى او كيف ستقول الامور في هذه المنطقة اما في اتجاه قطاع افديفكا ففي محيط القطاع تقدمت القوات الروسية باتجاهين او ثلاثة اتجاهات ان صح القول لنكون دقيقين الاتجاه الاول دخلت القوات الروسية من الجهة الشرقية الى نوفو سليفكا تقدمت بعمق 360 مترا وعلى انتداد 1.34 كيلومات سيطرت القوات الروسية على هذه المنطقة وبالتالي تنضم هذه القطعة الى سيطرة القوات الروسية بعد ان دخلت من الجهة الشمالية والشمالية الغربية قليلا صباحا هنا تحديدا اضافة يذلك تقدمت القوات الروسية انطلاقا من المواقع الموجودة هنا تقدمت بعمق 532 مترا على امتداد 1.76 كيلومات واستطاعت السيطرة على كامل هذه المنطقة باللون الزهري التي تشاهدونها التي اشير اليها حاليا كما تراحضون ايضا كان هناك التقدم للقوات الروسية ووصلت القوات الروسية الى هذه النقطة طبعا كانت القوات الاوكرانية تقوم بقصفها وصلت المدرعات الروسية لذه النقطة كانت القوات الاوكرانية تقوم بقصفها ولكن لم تستطع القوات الروسية تثبيت نقاط سيطرة لها وبالتالي هذه المنطقة يمكن قول منطقة رمادية لتخضع لسيطرة دحد كلا الطرفين يستخدمانها للهجمات باتجاه مواقع الطرف الآخر وبذلك تكون القوات الروسية قد خلقت طبعا تغييرات إضافية في الخريطة ضغطت على القوات الأوكرانية وتحاول حسم ملف هذه البلدة الكبيرة التي تحدثنا عنها لفترة طويلة طوال خوض القوات الروسية معارك مع القوات الأوكرانية أما فيما يتعلق باتجاه توراتسك ونيورك فلدينا تقدم باتجاه زليزني هذه القرية المحيطة باتجاه توراتسك استطاعت الوحدات الروسية اقتحامها والضغط باتجاهها فكانت تقدم الروسي بعمق تقريبي نحو 533 مترا أو يمكن قول أقصى 533 مترا وبانتداد 1020 مترا أي نحو كيلومتر واحد استطاعت القوات الروسية السيطرة على هذه المنطقة طبعا زليزني تمتد على مساحة كبيرة وبالتالي هذا جزء من المنطقة بات تحت سيطرة القوات الروسية ولكن القوات الروسية تحاول قدر الإمكان كما أشرت لكم سابقا الضغط باتجاه كافة البلدات والقرى المحيطة باتجاه توراتسك وإخضاعها لسيطرتها وتشتيت القوات الأوكرانية الموجودة في هذه المنطقة طبعا كان هناك معلومات حول إقالة قائد اللواء الرابع والأشرين للقوات الأوكرانية إضافة إلى قادة السابقين من قوات عدد الألوية الأوكرانية تم إقالتهم تلاحظون حجم الانتشار الأوكراني شرحت عنه طبعا بالتفصيل وأيضا عن حجم الانتشار العسكري الروسي والقوات الروسية والأوكرانية عاملة في هذه المنطقة تسعى القوات الروسية قدر الإمكان لتحقيق مكاسب في هذه الجبهة بالتزامن مع مية ضغط مستمرة في اتجاه محيط كليشيفكا حيث تسعى القوات الروسية لتوسيع سيطرتها أما فيما يتعلق باتجاه شمال بخموت الأمور على ما هي عليه والآن دعونا هذا باتجاه مكييفكا في محور كريمينة حيث استطاعت القوات الروسية بعد اشتباكاتا في الصباح وقلت لكم تحولت هذه المنطقة إلى منطقة رمادية استطاعت القوات الروسية تثبيت نقاط سيطرة لها في هذا الاتجاه كانت تقدم بعمق نحو نصف كيلومتر أو ستمائة متر إن أم كما قول وبعدد مائتين وواحد وثمانين مترا القوات الروسية سيطرت على كامل هذه المساحة باللون الزعري وتبقى الاشتباكات في المناطق الرمادية وبالتالي القوات الروسية قامت بتقسيم هذه البلدة إلى قسمين جزء شمالي وجزء شنوبي وتتواجد القوات الروسية في الوسط وبالتالي ننتظر كيف ستتحول المعارك قلت لكم سابقا القوات الروسية حشدت في هذه المنطقة بعض الأفواج التابعة لفريقيا 140 تم إرسالها إلى هذه الجبة فيما بقي اللواء 66 وحيدا يقاتل في جبة مكيفكا وهو لديه خسائر كبيرة وبالتالي ليس لواء مكتملا بالعديد وبالعتاد وهنا تأتي أهمية معرفة التشكيلات العسكرية كما أقول لكم دوما أما فيما يتعلق باتجاه خاركيف فكما أقول لكم لدينا سيطرة القوات الأوكرانية على إحدى البلدات استطاعت القوات الأوكرانية استقضام تعزيزات إلى هذه الجبة طبعا تعزيزات تدبع للواء 17 وطبعا عدد من الوحدات العاملة في هذه المنطقة استطاعت استعادة السيطرة على هذه البلدة الحدودية الهامة طبعا كان قد تقدمت إليها الكوات الروسية سابقا وسيطرت عليها ويبدو أنها عادت وانسحبت منها فدخلتها الكوات الأوكرانية مجددا طبعا بمانا منطقة حدودية نشاط كبير للطيران المسير من كلا الطرفين لذلك يصعب البقاء في هذه المنطقة وبالتالي لا ينفع فقط الحصول على موت القدم بها بل يجب التقدم نحو الداخل الأوكراني أكثر أو الداخل الروسي أكثر حسب من يسيطر عليها وبالتالي لذلك أقول لكم البقاء على الكرة الحدودية أمر غاية الصعوبة نظرا لنشاط الطيران المسير أما فيما يتعلق باتجاه المعارك في اتجاه البوكي فعادة السيطرة الصباحية للقوات الأوكرانية هنا على هذه المنطقة تستمر المواجهات بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية ضغط روسي كبير على القوات الأوكرانية لمنع القوات الأوكرانية من حراز مزيد من السيطرة طبعا كان هناك قصف للقوات الروسية عند هذه المنطقة لذلك قد لكم أن القوات الأوكرانية وصلت إلى هذه النقطة تحديدا أيضا كان هناك عمليات قصف على إحدى المناطق في هذا الاتجاه للقوات الروسية على مواقع القوات الأوكرانية على إحدى الابتجان هنا كما أذكر طبعا كانت تتمركز القوات الأوكرانية جار قصفها وبالتالي تحاول قدر الإمكان القوات الروسية إيقاع خسائد في صفوف القوات الأوكرانية وتحاول القوات الأوكرانية التقدم والعودة إلى الحدود هنا أحبائي كما تلاحظون معارك كبيرة ننتظر ونراقب باستمرار وأنشر الحقيقة لكم شاركوا الفيديوهات وشكرا لكم دوما على كل شيء وخاصة وقتكم الثمين إلى اللقاء بفيديو آخر شكرا لكم